ما هي ردود الفعل لديك في رمالله على اجتماعات القاهرة واجتماعات الفصائل الفلسطينية؟ ردود الفعل في الشارع الفلسطيني تكاد معدومة الشارع الفلسطيني منشغل في قضية جايحة كورونا والأوضاع التي آلت إليها الأراضي الفلسطينية الاقتصادية والصحية على وجه التحديد لم ينظر المواطن الفلسطيني إلى حوارات القاهرة إطلاقا ولم يعلق عليها سوى بعض النشطاء الذين يؤكدون أن إجراء الانتخابات شيء إيجابي وهو ضرورة لإعادة الحياة الديمقراطية في الأراضي الفلسطينية لكن بطبيعة الحال لجنة الانتخابات المركزية كانت أعلنت قبل قليل في بينها بأنها ستبدأ تسلم القوائم أو المرشحين لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في العشرين من هذا الشهر وستستمر حتى الحادي والثلاثين من ذات الشهر وسيتم استقبال القوائم وتسجيلها فعليا لدى لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية لكن بطبيعة الحال يوم غد ستعقد اللجنة المركزية لحركة فتح برئاسة الرئيس الفلسطيني اجتماعا لمناقشة ما آلت إليه جلسات الحوار في القاهرة إضافة إلى بحث الأوضاع الداخلية واستعداد حركة فتح للانتخابات وربما أيضا بعض الأسماء التي ستخرج وستحملها قائمة حركة فتح في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني هذه قضايا سيتم بحثها لكن على الصعيد السياسي فعليا كل شيء مرحب به إذا كان إيجابيا يفضي إلى توافق فلسطيني بين الفصال الفلسطينية وأيضا وصولا إلى الانتخابات وإجراءها في الأراضي الفلسطينية رغم التخوف لربما في الأراضي الفلسطينية أن يتم تأجيل الانتخابات نتيجة جايحة كورونا أو غيرها من الأمور الداخلية الفلسطينية هذه التخوفات لربما مشروعة لدى الشارع الفلسطيني ولدى كثير من من يعلقون عبر مواقع التواصل الاجتماعي يخشون أن يتم تأجيل تلك الانتخابات لسبب أو لآخر لكنهم يرفضون ذلك جملة وتفصيل